التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية وزير الدفاع البلغرية تودرو تاجاراف وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات وتدعيات الأوضاع الرهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأكد الفريق أول محمد زكي عمق علاقات الشراكة والتعاون مشيرا إلى ضرورة حجد جهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة وتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة من جانبه أشهد وزير الدفاع البلغرية بالجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع كما قام وزير الدفاع المصري والبلغري بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكل الجانبين وحضر اللقاء الفريق أسامة عسكري رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين